موسيقى بصبحكم بالخير يوم جديد لبرنامج عالم الصباح اليوم الخميس أربح زيران لألفين وخمسة عشر طبعا مثل بتعرفوا فتنة بعز الصيفية كتار منكم كتار من البرامج الاجتماعية على تليفزيون كتار من الفنانين عبروا كتار من الجامعيات عبروا عن رأيهم وعن رفضهم للعنف ضد المرأة يلي طبعا مؤخرا صار في حالات كتير بكينة عليها وحالات كتير فجأتنا باللبنان وبالعالم العربي طبعا لا للعنف ضد المرأة خلصنا بقى صار صرنا بمرحلة من الزمن انه هذا الشي صار يعني هو كان ممنوع بكل حقبات الزمن ولكن هذا الشي صار من الماضي شي من الخيل عكل حال كمان تحية لكتير فنانين كليباتهم كانوا على ضد المرأة واخرون كانت الفنانة أليسة تحية كتير كبيرة لألها وعبرت بطريقة حلوة عن كليب كامل عن رفضها للعنف ضد المرأة كمان تحية للي نظموا المظاهرة اللي كانت الأسبوع الماضي وشاركوا فيها كتار 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 من الإعلميين شاركوا فيها كتار من الفنانين وكنت بتمنى أنه الفنانة أليسة تشارك كمان تكون موجودة لتعبر بطريقة هيك مباشرة وعلى الأرض كانت كملت معك لأنه كنت عبرت على رأيك بشكل حلو أنا اليوم ربطت هذا الشي بسؤالي عبر صفحة الفيسبوك وهو كيف بتعبروا عن رأيكم بيرفضكم للعنف ضد المرأة أو كيف تعبروا عن هالموضوع توصلوا معي وراح نقرأ بعض الكومنس وفيدونا من خبرتكن لنفيد غيركم من خبرتكن كمان لأنه وقتا نقرأ الكومنس في هيك أمثال تمرق معنا خلال النهار كتير في جمال هيك بتعلق بالرأس مثلا الشخص اللي بتحس بوجوده أو بتحس بغيابه أكتر ما أنك بتحس بوجوده هو الشخص يلي عن جد بتفتقدله فهمتوا عليا؟ يعني وقتا تحسه بغياب الشخص أكتر ما تحسوا بوجوده أهم بس كيف إذا ما بتحسوا لا بغيابه ولا بوجوده فهمت؟ أنا المقصود؟ لا 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 حضر الله على السلام يا سيز صباح قارج رزيف صباح الخير لكل المشاهدين موضوعك كتير حلو اليوم عن جد وأنا كمان بدي قول أو بدي شو بدي حيي كمان للفنان هشام الحاج كان هو من السباقين كمان لعمل فيديو كليب كمان يعني تحية كتير كبيرة كان الفيديو كليب تابعوله كمان كتير رائع وعنده معاني كتير بالنسبة للعنف ضد المرأة صحيح أكيد نحنا منحط إيدنا بكل إنسان بيحكي بهذا الموضوع أو بيشجع كمان لعدم أوكي ووجود أي عنف وعم نشوف هلأ كمان أخيرا جوزيف إنه في عالم كنا نفكر من زمان إنه العالم الغير فهميني الغير درسي الغير واعي طلع كمان في عالم واعي اليوم نعم ودرسي وواصلة كمان لمرتبات عالية عم عم تفوت كمان بهالسخافات خلينا نسميها شو بدنا نقوله؟ شادي بس أنا بارك واحد بس أنا بيمرض بعمل عملية سموه حلا لا يغيب بس بص شعراته لا بس لا بس طلعين حلوين معاك ما فيك ايه حلوين حلوين عم قرب لك عم قرب لك لنهارنا حلو جوزيفيا اجبا قربت مش احتوصل شادي بشوفك خلال النهار بكل مشاهدين نحن وإيكم النهار طويل توصلوا معنا عبر كل وسائل تواصل الاجتماعي الفيسبوك تويتر الايميل وسؤالي مثل ما قالتلكم عبروا عن رأيكم عن رفضكم كمان للعلم ضد المرأة هيدا سؤالي وطبعا رح نقرأ بعد الكومانس بعد شوي نهارنا لغاية ساعة 11 نص بتوقيت بيروت على القناة الارضي ونكمل نحن وإيكم على أستراليا وأمريكا لكن المشاهدين خلينا نشوف شوفي عنا ضيوف فقرات اليوم بعالم الصباح بحلة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن شي يعني عديلة وشو دورة نجواب مع تانيا بيخلينا نحكي شو الصح وشو الغلط على البحر مع لمة بشو فيه أنواع جديدة من الظهور والشطول منتعرف عليها مع كيندا بأرض وورد شو هي حساسية الربيع وكيفية الوقاية منها مع روى عصحت السلامة تصاميم جديدة ومميزة مع مارينا بفرق العلامة ورشة ملح مع الشيف شادي على شوارمال لقص غير خطر أن تستعملوا تليفون أنتوا سيئين الخطر الكبير على دماغنا واللي بسبب الألزهايمر وهو متابعة السوشيال ميديا دايما متابعة الواتساب دايما نونستوب ما منشيل هالديفايس من إيدينا انتبهوا كتير منيح أنه يكون فيه اسباس راحة فترة راحة بين كل استعمال واستعمال للواتساب وما تقعدوا ساعات وساعات قدوا على سوشيال ميديا وخاصة هيدا النصيحة لولادنا لولادنا ولاتين ايجرز اللي تعودوا خلاص صارت شيء من ضمن جسمنا هالتليفون اللي هو ما بفرقنا أبدا هيك خطر يتعبلي هلأ لكونيها لكي المشاهدين نحن وإياكم بالبداية دايما تحركة كواكب وعلم الفلك مع كارمن والأبراش صبحكم بالخير يوم الخميس أربح زيران يونيو اليوم الأمار مرفعنا من برش ترابي برش الجدي والجو صار أفضل للأبراج الترابي موالي برش الجدي موالي برش الثور وكذلك موالي برش العثراء كيف راح بيكون نهارنا منبلش مع برش الحمل بالنسبة لإلك الأمور بترجع إلى طريقة صحيح انتهى وقت اللهو والفرح والمرح والتسلية حان الوقت لحتى ترجع تركز بأرضك وترجع تركز على أعمالك ياللي معقول تكون اليوم شوي متطلبي على أكثر حظا بيضلوا 6-7 نيسان أبريل ننتقل لبرش الثور من الأيام الحلوة والجيدة بهيدا الشهر اللي هو أصلا حلو بالنسبة لإلك هناك تقدم هناك بعض المصاريف المعقول كون العلاقة بإيجازة بعطلة عم بتفكر انك توسع شوي دائرة تحركاتك أو عندك مشاريع مختلفة أو بعيدة بجميع الأحوال هيدا نهار إيجابة جدا بالنسبة لإلك وحتى معقول يوصل لك خبر صار من بعيد بيبقى المولود الأوفر حظا موليد شهر أيار تحديدا موليد 4-7 أيار مايو ننتقل لبرش الجوزاء مولود برش الجوزاء اليوم ضروري تصحح أخطاء اللي صارت تحت تأثير الأمر البدر بارح وأول مبارح الجو اليوم بيقلك مولود برش الجوزاء ركز شوي ما تحكي قبل ما تفكر يمكن تضطر انك تعتذر يمكن تضطر توضح فكرة انت مش مقتنع فيها مش مقتنع بفكرة التوضيح يعني لكن مضطر انك توصل الفكرة بطريقة مختلفة فقط لحتى ترقع الأجواء كون حذر جدا مولود 7-8-9 حزيران يونيو منكمل مع برش السرطان مولود برش السرطان بعتبر هيدا نهار من الايام الضعيفة بشهر حزيران يونيو مش بس اليوم بكرة أيضا بعد عن المشاكل سفر سني من الايام يلي ما لازم تراهم فيها على الحزوز باتة تن بعد عن المشاكل وخاصة اذا كنت من موليد شهر حزيران يونيو اما الاكثر حظا نسبيا بيضلوا تقريبا بعيد عن هالأمور اللي حكيتها 2021 تموز يوليو منكمل مع برش الأسد مولود برش الأسد نهار جيد جدا تكتشف فيه اديش الفعالية مهمة و اديش الكفاءة الا وزنة و ضرورية الجو اليوم بطلب منك كفاءة و فعالية مضطر انك تركز كتير ويمكن تضطر انك تستعين بصديق او بزميل لتخلص شغلك الاكثر حظا 8-11 قاب اغسطس ننتقل لبرش العذراء بالنسبة لبرش العذراء فصحت امل كتير كبيرة بانتظارك اليوم هيدا الشهر كتير مهم لمولود برش العذراء واليوم في حظوص دسمة و غنية بتساعدك حتى انت اليوم تحقق انجاز كتير كتير كبير اليوم انهار بيساعدك لحتى توصل بيبال اكثر حظا مولود قاب 8-9 قيلول سبتمبر منكمل مع برش الميزان مولود برش الميزان هيدا نهار يمكن يسفرك يردك ع بلادك يردك الى موقعك الاصلي هيدا نهار يمكن يخليك تحط رحالك بمكتب يمكن ببيت يمكن بوطن بارض ما الاجواء اليوم يمكن تحمل بعض التعب بعض العتب عتاب ويمكن يكون في بعض الحنين الى الماضي الانشاط هو مولود قيلول سبتمبر منكمل مع برش العقرب مولود برش العقرب نهار مناسب لحتى تفاوض واخيرا صار فيك تشدد وتكرر على كلمة او على فكرة عندك القدرة لحتى توصل الكلمة والفكرة مثل ما بيقولوا جوابك تحت باطك الاجواء حلوة كتير خاصة لـ 18-19 نوفمبر 2020 مننتقل لا برش القوس مولود برش القوس نهاره اليوم حلو نهاره حلو اذا منك مديون او منك مضطر ترد لحدا دين او خدمة الجو اليوم يمكن ياخد ويعطي بمعنى انه في مباحثات في اخد وعطى يمكن في امتحان بانتظارك لانه سؤال جواب وبالتالي كون جاهز لحتى تضلك ربحان الاقل حظا 22-23-22 نوفمبر الاكثر حظا 8-10 كانون الاول ديسمبر منكمل مع برش الجدي مولود برش الجدي بهالفترة من السنة فيه توقعات حلوة لألك العلاقة بشغلتين واحدة مننون او اتنايناتون الصحة امور مختلفة عم بتفكر فيها عم بتتابع حالك مع طبيب او من دون طبيب يمكن عم بتدخل بمرحلة صحية سليمة بتبلش تفكر بالاشياء النباتية بيحمي غذائية سباسيال بتبلش تنزل عالجيم كل يوم مثلا والشيء التاني المعقول ينطرح اليوم هو شغل جديد مولود برش الجدي فيها تكون ياهاي ياهاي او تنايناتون سوا انت اليوم شخص مشغول جدا اليوم وبكرا الانشط هو مولود كانون الاول ديسمبر منكمل مع برش الدلو مولود برش الدلو الجو اليوم نوعا ما نوعا ما بيقلك stop واقف نتفي وفكر بين اليوم وبكرا مولود برش الدلو نوعا ما بيرجع للماضي بيبعد عن الناس بيبلش يفكر بعلاقاته اديش جدية اديش سليمة اديش الى معنى بعض ما وليد برش الدلو يمكن يخيب املون والبعض الاخر بيفضل انه ياخد بريك وما يعطي قرار وهذا هو الصحيح لا اليوم ولا بكرا بيضلوا الاقل حظا الابطأ بيناتكن هو مولود كانون التاني يناير منكمل مع برش الحوت مولود برش الحوت اليوم احلى من مبارح اليوم نوعا ما بتحس حالك انك قوي وابضاي ومستوعب الفكرة كلها وحتى مستعد انك تروح شوط اخر وابعد لحتى توصل الفكرة ولحتى تحصل على الدعم البدكي نهار جيد بيساعدك الاكثر حظا 17-18 أدار مارس بختم مع مولود اليوم بانتظار مولود اليوم سنة جيدة وحلوة لكن هذه السنة فينا نقول انها يا اما اكاديمية يا اما ادارية هناك معاملات افكار يمكن بوليصات تأمين عم تشتغل عليها هناك متابعة حثيثة لكل فكرة او بروتجكت او مشروع انت ماشي فيه حزيران يونيو اكتوبر 21 شباط فبراير افضل اشهر الى اللقاء بكرة ابراج جديدة باي باي تانكيو كارمن بريك اصير بعد من عود نحن وياكن للمتابعة على اليوم الخميس اربع حزيران خلينا نحكي مع تانية موسيقى موسيقى شكرا